أول طلقة في الرأس توثقها الكاميرا وتعيد للمتظاهر الدرس والدرس الأول والأخير كان في ذهن المتظاهرين أن الحكومات المتعاقبة لم تشفي غليلهم أو تفتح تحقيقا لحقن دمائهم لكن تفعلها الحكومة العراقية لأول مرة في عهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي يعيد الثقة المسلوبة على يد خارجين عن القانون فيكشف وزير الداخلية عثمان الغانمي نتائج لجنة تقص الحقائق التي استمرت 72 ساعة عن استخدام ثلاثة منتسبين لبنادق الصيد بشكل شخصي وهو ما أدى إلى استشهاد متظاهرين ويعلن توقيف القتل تم استخدام بنادق الصيد الصجم التي أدت إلى استشهادهم خلال التحقيقات الأولية والتعمق بالتحقيق ثابت أن هناك استخدام لهذا السلاح بشكل شخصي من قبل ضابطين ومنتسب توقيف المتهمين المذكورين أعلى وفق المادة 406 على أولاً من قانون العقوبات العراقي ولا زارت الإجراءات القانونية بحقهم مستمرة لغرض إحالتهم إلى المحكمة المختصة في حدث لم يشهده العراقيون منذ زمن تفي الحكومة بوعدها وتحقق التزاماً بمعاهدة إذ كشفت نتائج التحقيق بالوقت الذي حدده الكاظمي طلب تقديم الحقاق أمامي خلال 72 ساعة الاعتراف الأكثر طمأنة للشارع العراقي هو حديث الحكومة العراقية الداعم لحرية التعبير وخروج المتظاهرين لأنهم يريدون وطناً اسمه العراق فتخصص حكومة الكاظمي عشرة ملايين دينار وقطعة أرض لكل أسرة شهيدة الحكومة طبعاً رئيس الوزراء في المقدمة يعتبر كل هؤلاء الضحايا هم شهداء شهداءنا وشهداء الوطن أولاً تعوض عوائلهم بمبلغ عشر مليون دينار وهذا لا شيء الكلمة تعويض بسيطة لا تعكس الواقع هذه مجرد للمساعدة لتضميد جراحهم لا شيء يعوضهم عن خسارة أبنائهم وبناتهم إعادة الثقة بين المواطن والحكومة واعترافات جريئة على لسان الحكومة معايير تحمل للشارع العراقي الأمل بخطوات جريئة نحو محاربة الفساد وإنهاء زمن الخطف والقتل والترهيب ويفي الكاظمي بوعده ليقدم العراق كصورة مشرقة في احترام حقوق الإنسان وإنهاء زمن ضرب المتظاهرين ليبدأ عصر الشفافية والنزاهة وما مكاشفة النتائج بجرأة وكشف أسماء المنتسبين الخارجين عن القانون إلا خير دليل على عزم الحكومة بقيادة رئيس وزرائها في فتح الملفات المغلقة ومحاسبة أي سجان يظلم سجينا كان يتظاهر لأجل حقه المسلوب ووطنه المنكوب بالفساد والخراب خراب